من ضمن الاسئلة انا طالب في اتجارة هل لازم لما اخد كورسات تبقى بشهادة ولا لا? او ان اجمع على اقل الشهادات عشان اشتغل ولا شهادات ملهاش لازمة. لا في كورسات كتيرة زي ما انت قاتل كتب كده مايكل اا بدون شهادات تخدها عادي ولكن انت استفدت منها ده المهم. يعني انت وانقل عسابيلي مثال في كورسات كتيرة بيتعلمك الافيس مسلا. وموجود على يوتيوب وعلى كل حتة موجودة ببلاش يعني. طيب وفي حاجة بفلوس. طب انت خد دي ببلاش ومن غير الشهادة. خلاص يكتب المهارة اللي انت تعلمتها بس انت فعلا تكوني تعلمتها. انا قدام السيفية يا مايكل انت كاتب انك من الحاجات اللي بتشتعل عليه. لما يقولك طب تعال يا مايكل ده الاكسل اللي عمل لي مسلا ده اللي معين. فأقول لا معرفش. طب يعمل الورد مسلا لا معرفش. طب في كورس مسلا على الايميل انت كاتب على الايميل انت بتعرف تكتب ايميل كويس. ما عرفش. طب انت كاتب كورسات انجليز وكاتب المستوقف الانجليزي. انا اتكلم معك. لا ما عرفش. طب بتاع ان اخد المسالة التانية انت اخدت الشهادات قد كده. وبعدين جيت اختبرك في حاجة منه ما فيش. فالهدف هنا هنا المهارة ان ببلاش الجماعة تدفعوا ده اللي انا بقول له كفاية. تعلموا المهارة واكتبوه. زيت ان في حاجات استحالة انها تتعامل بشهادة. ده بيبان. يا انت كاتب او عندي كورسات ما عرفش. وجيت تقعد قدامي ولا عرف تتكلم اعرف تقول اي حاجة. فخلي بالكو ده. اخد الشهادات دي كلها. ولو من غير شيء هدى اهم منك تستفاد تستفاد تستفاد. وهو ده اللي هيعمل فارق في شخصيتك وفي كل حاجة. ربنا وفعك وكتبك كل خير باسن الله.